طيب بالنسبة لكلمة مختار التتش والملعب اللي بيتمرن فيه لعبة الأهلي بشكل منتظم النهاردة بنلاقي أن برونو سابيو الصفقة الجديدة البرازيلي القادم من الدوري البوليبي لم ياخد التدريبات واكتشفنا أنه مبارح اللي الأهلي كان بيتمرن فيه على فترتين صباحا ومساءا خاض المران الصباحي لكنه لم ياخد المران المسائي وبعدها بنكتشف أنه اللاعب تعرض لإصابة أو اشتكى من آلام في العضلة الخلفية عادي بشكل طبيعي عادي أن اللاعبة تتصاب وعادي أنه مع بداية فترة إعداد ممكن يبقى فيه إصابات وعادي أو مش عادي قوي أنه يكون اللاعب عمل فترة إعداد بحسب ما تقال النهاردة بتصريحاته على سنة الدكتور أحمد أبو عبلة عمل فترة إعداد مع فريقه فجيه عمل فترة إعداد مع الأهلي وبالتالي الإجهاد بسبب ضغط بدني لأن الحاجات دي المفروضة أنها بتقاص مش الأهلي لسه عامل قياسات والمفروض كمان بتبقى معلومات معروفة أن اللاعبة اللي عاملة إعداد معروف أن هي عاملة إعداد فبالتالي بتعمل لها حمل مختلف عن باقي اللاعبين اللي بيبدأوا الإعداد بتاعهم لأول مرة لكن الإصابة بشكل عام حاجة طبيعية بتحصل الفانيك اللي هو التوتر أو القلق أو أن الواحد يحط إيديه على قلبه أول ما يسمع إصابة ليه أسباب منطقية مش لمجرد الإصابة الأسباب المنطقية هي إيه؟ أكيد كترة الإصابات عند لعيبة الأهلي في خلال السنوات الماضية أكيد البانيك ده أو التوتر ده بسبب أنه صفقة جديدة قادمة للأهلي وبالنظر كمان لأن الموسم اللي فات في بدايته مع وجود ووصول بيرسي تاوت كصفقة جديدة بدأت إصاباته من قبل حتى ما يبدأ يتمرم مع الأهلي فحالة التوتر اللي بتحصل مع كل إصابة وتحديداً مع كل إصابة لصفقة جديدة للأهلي تبدو منطقية لكن الإصابات في حد داتها أمر متوقع ممكن تصيبك أنت ممكن تصيب غيرك بالنظر بقى لأسباب مختلفة لكن يبقى ملعب مختار التيتش هو اللي الناس دايماً بتبصله كده بقلقة هو القصة فيك اشتكى الراجل من أرضية الملعب كما اشتكى آخرون على مستوى المدربين السابقين للنادي الأهلي من أرضية الملعب وبالتالي هو النقطة هنا إنما كإصابة بتحصل والإصابة يعني بحسب معالمناها مش قوية هي إجهاد بسيط بحسب ما بيقول أعضاء الجهاز الطبي في النادي الأهلي إنما كمان الأهلي نفسه اتضايق من فكرة خروج الخبر يعني لحد النهاردة صباحاً رغم إن الإصابة من مبارح صباحاً ما كانش الخبر معلن وكان الخبر تقدر تسميم تكتم عليه فالأهلي نفسه بظهور الخبر النهاردة شعر بالاستياء ممكن تصفه بالغضب من خروج المعلومة لوسائل الإعلام لأن الأهلي عارف رد الفعل المتوقع على فكرة الإصابات وعلى تحديداً السفقات الجديدة القادمة من الخارج إنما بشكل عام إصابة مش معناها أن اللاعب هيعيش طول عمره مصاب مش معناها أن اللاعب إصابته مزمنة لكن بالنظر لأن هي إصابة جديدة فهنا بيبدأ التوتر ربما برضو توتر منطقي بالنسبة للجمهور بسبب ما ذكرناه لاحقاً أو يعني بشكل سابق في خلال الحلقة يعني النهاردة الآن هيخد مباراة الاتحاد المونستيري اللي هي بحسب ما أعلن الاتحاد الأفريقي على موقعه الرسمي وبحسب ما أعلن النهاردة مسؤوله الاتحاد المونستيري يوم 9 من شهر أكتوبر قرروا أن المباراة تلعب يوم 9 أكتوبر وقالوا أن يكون في تمام الثالثة عصراً بتوقيت تونس انتظروا موافقة الكاف دخلنا على موقع الكاف لقينا أن الموقع حط هو كمان يوم 9 أكتوبر كموعد لمباراة الذهاب على أن تقام طبعاً مباراة الإياب هنا في القاهرة بإذن الله في استاد الأهلي ويأة السلام بعد أسبوع من موعد مباراة الذهاب القميص الجديد بقى اللي أعلى يظهر به وده يكون ظهور أول بالنسبة لتشيرت الأهلي الجديد وتحديداً مع الشركة الجديدة بعد نهاية التعاقد اللي امتدى لمدة ثلاث سنوات مع الشركة السابقة بالنسبة للنادي الأهلي طيب هنتكلم عن الأهلي مرة تانية لكن تعالوا بقى نروح لصفقات بتبرم هنا وهناك الموايين العرب قلت لكم من برح النقطة بتاعت أنه قرر أنه كل اللاعبين الكبار اللي هم عددهم تقريباً 13 أو 14 لعب تنتهي رحلتهم في إطار استراتيجية وضعها